موسيقى مرساكم الله بالخير ولقاء جديد مع برنامجكم نيران صديقة اليوم قعدتنا انتخابية من الطراز الأول عمالقة الساحة الانتخابية في الكويت الأستاذ صلاح الجاسم الدكتور صالح السعيدي أبو مالج ومولانا الدكتور عبدالرزاق الشايجي طبعا الأسبوع الماضي يشهد أحداث بالغة السخونة سخونتها يعني متوافقة مع نيران صديقة ما بين حديث النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وعملية التصويت على إعادة حديثة إلى المضبطة وموقف مجلس الوزراء مما جرى في الجلسة وممكن يكون في حديث عن المسئولية الجمعية في مجلس الأمة عن استقرار هذه المؤسسة التشريعية إن كان من دور النواب أو الرئاسة أو الحالة اللي النواب مقادرين يغادرون هذاك اليوم يمكن تكلمنا دكتور عن بقاء النائب في الشرنق الانتخابية طول ما هو شاعر إنه مهدد بالحل وهذا يخليه يركب على أي موجة تصعيدية ضيف عليها ما سخن الأجواء أكثر وأكثر الإشاعة السيئة عن قصر التصويت والترشح على حامل الجنسية وفق المادة الأولى واستبعاد غيرهم وهذه الحمد لله طلع يعني بوضوح بيان من الناطق الرسمي وأنهى هذه الأزمة وأكد على أنها يعني مفتتة للوحدة الوطنية وإن كنت أأخذ على الحكومة التأخر دائما في رد الفعل يعني دائما القضاء على الإشاعة في مهدها قبل لا تستفحل إيه أساس العمل الإعلامي أما أنك تنتظر الإشاعة لين تكبر والكل يصدقها وتبنى سيناريوهات وناس تزور يعني تصورات لقوانين بتطلع وتسوق بعدين إتي تنفيهني أنت يعني الأثر السلبي وقع والهدف السلبي وقع والإيلام الوطني أو كمية الألم التي تصيب شريحة من أبناء هذا المجتمع وقعت يمكن طولت شوي في مقدمتي دكتور بس لفت نظري عن هذا الموضوع دراسة أو مقال من المحامي فيصل كانت دراسة جميلة واستعرضت قصة المادة الثانية وسؤال من هو الكويتي أنا أنصح كل واحد مهتم بهذا الموضوع أنه يقرأ هذه الدراسة وراح يستفيد منها جدا أنا عن نفسي استفدت واستعدت معلومات قديمة واستعدت معلومات تاريخية ولنبدأ الحوار مش عندك مولانا نبدأ الحوار مولانا ابتداء الانتخابات القادمة عندنا خيارين إما يكون على المفوضية وإما يكون على القانون المرسوم 20 انتخابة 2020 بمالك لو لم تطبق المفوضية نريد الانتخابات شنو كان في هزين سنفقدها في انتخابات 20 24 لا احنا نشوف في حال سريان المفوضية يعني إذا صار اجتماع الحكومة طبعا للتنويه احنا يعني وقت التصوير أو وقت التصوير هذا البرنامج احنا بانتظار قرار الحكومة بس ما نعرف عن هذا القرار طيب لو ان الحكومة اكتفت بتعديل ما هو مثل ما هو مقترح انه ند بالقضاءات لتجاوز اشكالية عدم انضمامهم للمفوضية وقامت المفوضية لكان من الاستحالة اجراء انتخابات في موعدها لهو 60 يوم بعد الحل لسبب لاسباب لاكثر بسبب بنود المفوضية قانون الانتخاب داخل المفوضية التي كانت محكمة بتواريخ و مواعيد محددة لا يمكن تجاوز اللي هي نتقول في واحد بداية كل شهر تقوم هيئة المعروف المدنية بتزويد فوضية العليا بكشوفات اسماء الناخبين بكامل بيانات الجنسية وتاريخ الحصول عليها والعمر والوظيفة والمهنة وكل التفاصيل المرحلة الثالية تقوم الفوضية طبعا بفلترة هذه الاسماء ومن تم نشرها في الجريد الرسمية يومي حددت 11 و 12 من كل شهر الاستحقاق الثالث هو الطعون حددتها قانون فوضية في خمسة ايام وبالتالي انت الان لو فرض ان هذا الجراء سيتم تطبيقه من واحد مارس 17 يوم 17 يوم في مارس من واحد الى 11 و 12 الى تاريخ 17 انتهاء الطعون فالنقطة الاخرى انه في موقع اخر يقول قانون فوضية ان مرسوم الدعوة يجب ان يصطر قبل موعد الانتخابات بشهر على الاقل وبالتالي الان الان كانية المتاحة لاصدار اذا تم تم تطبيق هذه الجراءات 18 مارس 18 ثلاثة وشهر 18 أربعة سير موعد الانتخابات 18 أربعة يتجاوز 60 شهر والتالي انا اعتقد ان الحكومة يجب ان تبحث عن مخارج قانونية لتجاوز هذه المشكلة عندها انه اما تلغي المفوضية بالكامل وتستعيد عنها الاجراء اللي ممكن اللي تم تنويه عنها بجريطة الرأي اليوم انه تسجيل من بلغ عمره اكثر من 21 عام انه يسجلون تلقائي لانه هل ممكن تسويت التسجيل هالسنة هالسنة لانه لم يتم فتح قيود الناخبين في المختاريات لكن هذا يقع ايضا في شغلة اخرى ان المشطوبين خصوصا من المرشحين اللي تم شطبهم بناء قانون رد الاعتبار شطبوا من القيود للناخبين في عام 23 لانهم تقدموا الانتخابات في 22 تم شطبهم وبالتالي تم إلغاء قيادهم في 23 الان هل سيتم احتسابهم من ضمن المقيدون الجدد الذين تم اقبلوا 21 سنة حتى في هذا الحال اذا تم تقييدهم واعتبروا من ضمن التي سقطت اسماءهم مثلا عام 21 ولم ينسجل من قبل في حال تقدم الانتخابات مدى ما لم يتغير قانون الانتخاب في الفوضية سيتم شطبا من قائمة الترشيح فانت تشوف عمليا هناك مطبات قانونية مطبات قانونية ويمكن بعد بوهاب احنا مسولفين فيها قبل انت اصلا المفوضية لم يعين فيها احد بعد ماك مفوضية عدل اي الان ماك مفوضية بحكم الامر الواقع اي احنا الان على مسافة اقل من 60 يوم اللي هي دستورية ماك مفوضية اي الان علشان تسوي المفوضية طبعا انت بناس تعينهم حسب ما قالوا هذه ما تصير اشون بتعين ما تصير تعين لازم ندب او على الاقل تعين قاضي سابق فحتى يعني قانون المفوضية ادارية تعديل القانون لازم يتعدل انا طبع من الاخر يعني القانون لازم يتوقف هذه رؤيتك اي وهالحكي هذا مو توني اقوله من شهر 8 لب اذكر في اخطاء وايد وسجلنا عدة حلقات على المسألة هذه لكن يعني منه ينفتح الباب ما الموضوع هذا يرتفع ضغطي بصراحة زين واندي شمتاهات يعني واللي قائمين على المسألة عرفين الخلل وفاهمينه ومع هذا لا ما اعطينها الحين يلا الحين نحل المجلس ما عندنا مفوضية وجداول الناخبين كلها غير معمول فيها يعني الاول مرة في التاريخ ما عندنا جداول ناخبين وما عندنا جهة الدير لانه تم انتزاع صلاحية وزارة الداخلية من الاشراف على ادارة الانتخابات وبالتالي حتى جهة تسوي الانتخابات ما عندنا في هذه الفترة اللي احنا قاعدين نسولف فيها فالادارة مالة الموضوع كانت غلط حتى التعديلات اللي اقترحوها النواب او كانوا بصدد اقتراحها الوقت ما يكفي يعني تعدل شو تعدل هو انا كل اقول اذا ياك واحد حبر هالصوب على ديش داشته تقول افلان اكو حبر على ديش داشته يروح يبدلها ولا ثاني يوم يبدلها لكن لا ياك واحد هالصوب حبره هني مخباتة مشقوقة ولابس لعقال زري ونظارة وحدة شمسية وحدة شت حاشي شت عابل فيه شت عابل فيه اصدار اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية شوف مختاري لها لفظ اعداد اللائحة التنفيذية اعداد وهذا شنو اعداد اللائحة التنفيذية يتم من المجلس نفسه يعني ما تقدر اليوم اليوم تشكل واليوم توافق اللائحة التنفيذية شت عابل فيه انت فضحت روحك للاعداد ما تم واحد يطعن والطير المفوضية مرس فانت لازم اليوم وبعدين تاخذ وقتك للاعداد على الاقل حتى اذا كانت تمثيلية اعداد اللائحة التنفيذية المسألة الثالثة الجداول الجداول اش بيسوون فيها اي جداول بيسو قالوا اذا تم هذا لازم خلال عشرين يوم يبون الجداول من البطاقة المدنية بعد ما يبون بعشرين يوم عندك واحد وعشرين انا قاعد تحكى بسرعة ها اخاف ان وقتك ما حدود في المسألة ايه عندك واحد وعشرين يوم منها خمس ايام لتقديم الاعتراض خمس ايام للفصل فيه زين وبعدين تم النشر واربع ايام للطعن امام الدائرة الادارية واسبوع للفصل في الطعن شنو وين احنا قاعدين اشتابي تسويد كل هذا بتروح بتوينات بينهم والله لو تيبه شو اسمه هذا شو ماخر شو ماخر هذا تيبه هو تعرف تبيت دخل بين هالخرابيط هذي اللي حطينها ما تضبط المسألة ما تضبط زين لازم الجماعة لما يحطون قانون مثل هذا لازم يشركون القطاع الخاص والقطاع العام الخبراء في القطاع العام وياخذون رأي القضاة ما يصير انت بروحك تحط القانون انا عرفت فاصيل شلون حطه القانون وبس بسكت لغاية هنا كافي الحين ضغطك شلون الحين الحين بيخترب اجهزة الضغط بتخترب اشرب ماء نطلع فاصل مولانا نطلع فاصل صغير على ما ينزل الضغط وبعدين نستكمل حوار عودة بعد الفاصل مع نيران صديقة بوهاب شلون الضغط الضغط زين الحمد لله زين خلنا نحتي بشيء ايجابي اول شيء الحمد لله ان طوع بيان من الناطق الرسمي باسم الحكومة الاخ عامر العجمي تكلم فيه عن نفي واضح لما تم تداوله عن تعديل قانون الانتخاب وربط الانتخاب بنوع او بالمادة اللي اكتسب فيها الشخص جنسيته واكد ان هذه الاخبار تداولها يزعزع وحدة الوطن ويفرق الصف ويزعزع الوحدة الوطنية وطبعا حث على اخذ الاخبار من المصادر الرسمية انا اتمنى يعني اتمنى دايما اقول من هذا المنبر ودي اللي يدقينا على وزير او مسؤول يجاوب ويعطينا الاخبار انتوا دايما تقولون اخذوا الاخبار من المصادر الرسمية احنا جاهزين للاتصال دائما بس قولوا لنا وين المصادر الرسمية عطونا اياها عشان نتواصل معاها اول بول اذا اذا في شوية بطء حكومي احنا ممكن نلبي ونكون اسرع وفيه واضح فيه بطء في التعامل معاه هذا البطء مو في الصالح العام وانا دايما اقول الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية الدولة لازم تدفع باتجاه الوحدة الوطنية ما نسمح باشاعة تنتشر بالطريقة هذه المسألة الثانية لازم نشوف شلو نطلعت هذه الاشاعة شنو الارضية الخصبة ومن اللي اوجد هذه الارضية الخصبة هنا اذا تبي تعالج اما اذا مسألة ترقيعية لا انت تدري القصة اللي صارت في المجلس والتعيينات اللي اعترضوا عليها النواب هنا المسألة لازم ننتبه لها لان مسألة حساسة جدا اذا انت جنسيتك مو اولى وتبدي انت تتكلم بالاسلوب هذا عن ان هذول نفرق لا مو زين مو زين وانتركت المسألة الى ان انتشرت بالوسائل التواصل الاجتماعي المفروض من اولها من اولها من ايام النواب لما تكلموا قالوا عن التعيينات الفلانية هنه المفروض يسكرونها ايه اول شيء اوجد تربة خصبة لانتشار لانتشار مثل هذه الاشاعة وانفتح الباب الحين استغل الناس استغلت هذه المسألة في بعض ناس بالفعل هذا نفسهم وتم استغلالها الحين الجرح موجود رغم ترك ترك موزين يحتاج يحتاج الحكومة تفعل اكثر من مجرد اصدار هذا البيان ايه يعني مو بس اصدار البيان التعيينات لازم تصير واضحة انه فلان الفلاني كذا وكذا وهذا احنا عينناه لا ما اكو شيء هذا بالعكس الكويتي كويتي سواء جنسية مكتسبة او اولى لابد من معالجة اثار اثار مو بس انت اطلع بيان وخلصنا لا مو تشده الجرح موجود الجرح موجود يعني نحن بحاجة الى ناطق رسمي وليس نافي رسمي بمالك وانت اتكلم عن الهمية اللي تطرق لها الوعي الحكومي في مسألة ان هذه الامور تزعزع الصف والوحدة الوطنية وهذا رشواهة تاريخية يعني لو استعرضنا التاريخ الحديث للكويت يعني في مراحل او لحظات التهديد الوجودي لما تعرضت الكويت للتهديد وجود الكيان في محطات 38 61 90 تلاحظ ان جميع هذه التهديدات لم تصل لمرحلة التهديد او المخاطر لم تصل لمرحلة التهديد الوجودي الا ما عندما يشعر الغازي او المعتدي في وجود خلل داخل المجتمع داخل ايه عندما يحدث خلل داخل المجتمع وانقسامات اجتماعية هذا يشجع ويجعل المعتدي يتجرى على الكويت 38 مالي الغازي تجرى عندما حصل على خلفية القسام السياسي والاجتماعي في الكويت في اتر مطالبات من مجل 38 والخلافات اللي صارت وانقسام اجتماعي خطير في الكويت ادى الى تشجيع لكن ظروف وجود البريطانيين في العراق وسيطرتهم منع ان الاجتياح العراقي للكويت في ذلك الوقت في 61 تكرر الامر مع عبد الكريم قاسي لكن ايضا على خلفية انقسام اجتماعي في 59 حصلت صدرت قرارات بإقلاق الاندية وإيقاف النشاط السياسي ومنع التجمعات السياسية وحضر الندوات التقافية وبعد التجمع يصار في ثانم تشويخ في فبراير 59 بمراسبة مرور سنة على الوحدة فهذا اللي شجع ذكر قاسم انه يتجرأ ويطالب في الكويت او يفكر بالهجوم على الكويت ولاهظ الظروف الدولية خدمت الكويت في سنة 30 وجود البريطاني والتأثير البريطاني منع الحكومة العراقية في قائلة الملك غازي من تنفيذ غرار الغزو ولو انه صدر الاستعداد في 61 كان الخلافات بين عبد الناصر اللي هو قزعيم عربي مع عبد الكريم قاسم والصراع بينهم ادى الى اصطفاف مصري غير مسبوك مع الكويت وحشد التأييد العربي مع انه كان الاتحاد السوفيتي وقته مؤيد للعراق وامتنع عن رفض دخول الكويت في الممتحدة في عام 90 نفس الشي بعد الخلافات الداخلية في الكويت في مسألة دواوي الاتنين والمطالبة بعودة الحياة النيابية ايضا هذا شجع صدام حسين دائما توريخ التهديد الوجودي يخلك عن خلافات الحدود خلافات على حقول النفط هذه موجودة مستمرة لكن تكلم على تهديد الكيان دائما يكون ذلك ثقرة لكن حتى المنساقين لموضوع هذه الفكرة بعضهم بحسنية ويعتقد ان هذا شيء وطني لكن لا يدرك الابعاد الخطيرة حتى في على صعيد التطور السياسي على فكرة بوضوع منع فئة من الكويتين ليس جديدة حصل في 38 في 38 تم استبعاد فئات من المجتمع من التصريف الانتخابات المجلس التشريحي هذا شنو تأثير كان عدى الى ان اضعاف تعطيل التطور السياسي للكويت لانه كان هناك تطور سياسي في فترة بين الحربين ان هناك تحول الدولة المدنية لكن عدم وجود اجماع وطني نتيجة فرز المجتمع على اساس من هو الكويتي هذا السؤال من هو الكويتي بدأ لأول مرة في عام 38 عدل هذا اللي بالدراسة مالت محامي في الصليحية لانه تم تحديدا بفترة زمنية معينة 25 سنة خلني انتقل معكم الان الى ازمة الجميع عيشة سوى حكومة مجلس محللين سياسيين ايش اللي خلى الجميع يدخل في مشكلة او ازمة تواريخ يعني الان خميس خمستاعش كان المرسوم الحل عندي خمستاعش ثلاثة خمستاعش اربعة حد اقصى 13 اربعة لان عندك انت 31 مارس 29 فبراير اوكي واحدة لانك المليون 59 مش 60 انجايك الان فانعندي خمستاعش ثلاثة وخمستاعش اربعة هذا عندي 60 يوم انروح الى اربعة تاعش عصد ما يكون اليوم النتائج يكون يوم 60 طيب شو يدخل الازمة هذه كلها بتواريخ وتواريخ والعمل للحق هوا بها في رأي انا ان الحكومة ما درست تاريخ الحل كان المفروض تصبر وتنتقي توقيت معين يخدم تاريخ الانتخاب لان فيه عدة تواريخ وعدة اشياء مترتبة على تاريخ الحل عفو شي اثر اذا صارت الانتخابات برمضان يعني مو مشكلة يعني خذناها قبل بعز الصيف يعني فكر لان الحل ممكن يصدر بناء على امر صار او امر يعني يتخذ فيه قرار فاحيانا تسويف القرار هم وصحيح فوارد انه يطلع قرار الحل بدون دراسة التواريخ لكن يبكرها شوي تنتهي المشكلة هل في مشكلة اذا صارت انتخابات رمضانية مثلا او بالعيد انا بتكلم عن المقارن بين انتخابات 2013 اللي جرت في رمضان وبالتخابات الحالية اتخابات 2013 كانت بعد حدث مهم اللي هو المحكمة الدستورية ابطلت مجلس المبطل الاول الثاني وحصنت الصوت الواحد فحصل نوع من زيادة عدد المرشحين وتغير في نوعية المرشحين حتى ان وزيادة في الاقبال لو انه نوعي بسيط لكن حصل تطور في نسبة المشاركة ونزلت اسماء لأول مرة تنزل لكن الآن تجري انتخابات خلال اربع سنوات هذه رابع انتخابات في اربع سنوات يعني هنا قبل اسبوعين كده في برنامج فكنا نقول انه الناخب الكويتي راح ل سناديق الاقتراع في من عشرين تلاث مرات في ثلاث سنوات اللي هي مفروض عشر سنة الآن راح يروح اربع مرات ثلاث سنة اعتقد ان احد اسبابها هو غياب الرمز لدى المجلس في السابق كان فيه نوع من الكنترول او فيه نوع من البلاي ميكر داخل المجلس مو بالحكومة ان داخل المجلس داخل المجلس يعرفون السياق ويصير ترتيب في التوجه ويعرفون يضبطون يحاولون ضبط الايقاع وعندما يشعرون انه فيه ازمة يصير نوع من التهدية لكن الآن رئيس المجلس بحكم السن بحكم الظروف ما فيه كتلة واحدة تنسجم وتنسيقية مع ان كان عددهم شبير مع بعضهم هذا فقط كان فاصبح ماذا؟ المجلس مثل الفريق بدون مدرب هذا ينزل ويطلع وهذا يدش وهذا يدخل وهذا يبي يصير لاعب وهذا يصير هداف وهذا يصير مهاجم فما فيه ترتيب وما فيه موازنة وما فيه حركة هل اخطأ النواب في التصويت مع اعادة الكلام الى المضبطة؟ شوف انا بعطيك موضوع مثال نموذج يعني هذي المسئولية الداخلية مثل في المسئولية السياسية في نموذج مورستون شيرتشل طبعا هذا من اعظم السياسين في القرن الحديث ومعروف في بريطانيا هو اللي رأيس وزارة بريطانيا وهو الذي تحدى هتلر وانتصر على هتلر وقرر على الحرب على المانيا نازية في وقت كان كل الزعماء الدول تخضع لألمانيا فهذا كانت الملكة في عمرها 25 سنة عندما تولت الحكم في 53 وهو 75 سنة وهو قائد النصر وله تاريخ وزهو يزهو فيه التاريخ ملكة كانت تتحدث في مذك لأول مرة كانت تلتقي بتشيرتشل اللي كانت تشوفها بالتلفزيون كانت ترتجف وقعدت الليل تتدرب على مواجهة هذا الزعيب وهو رئيس وزراء وهي ملكة لأنه أول لقاء ففوجئت أن تشيرتشل قدم إليها بتبجيل وخضوع وقبل يدها مع أنه تقليد ما كان رئيس وزراء يقبل يد الملكة وعبر وهذا هو أمر 75 سنة عبق وهي 25 هذا بيحكم خبرتها بيحكم خبرتها طلب منها طلبات كان لازم موافقة الملكة على بعض الإجراءات نالت الموافقة أنا أقول هذا الموافقة لأنه هو نفسه تشيرتشل يقول أن الدستور البريطاني قائم على ركيزتين أساسيتين الركيز الأولى كفاءة ممثلة بالكفاءة وهي تعلق بالحكومة والأمر الثاني بالكرامة وهو نتعلق بالملك رأس الدولة أو العمير في الكويت الركيزتين نسميها دستور بريطانيا دستور البريطانية هو رؤية تشيرتشل يعتبر في دستور يعني قواعد دستورية قواعد دستورية القواعد دستورية تقوم على ركيزتين لنجاحها واستمرار الدولة وتألقها رأي شخص يعني أنه يقول يبثل بالكفاءة تعلق بالحكومة يبثل بالحكومة وبالكرامة في مكانة الملك أو العمير مولانا أبو مالك ناخد فاصل ونواصل عن النخبة الكويتية وكيف أسقاط قصة شرشلوية إليزابيث على الواقع الكويتية عودة بعد الفاصل نرجع لقصة شرشلوية والملكة الراحلة إليزابيث ونبي الحكمة المبتغى من سردك لهذه القصة والحكمة يعني تقدر تقول أنه مثلا استلهام النماذج كل سياسي كل باحث كل كاتب دائما يحاول نموذج سابق يستلهم منه فلازم تستلهم من خصوصا في السياسة استلهم النماذج القريبة لك يعني ممكن ما ممكن في الكويت سياسي استلهم نموذج تشيقفارة تشيقفارة توري في دول متمردة وجمهوريات موج ما يصلح ما يصلح هذا شخصية تشيقفارة في نظام دستوري دستورية الملكية لكويت اللي هي قائم على في وجود أسرة وفي وجود نظام أبوي ونظام علاقة متميز بين الحاكم والمحكوم وفي تقدير اجتماعي عالي البحث عن شخصيات تستلهم منها من شخصيات مثل تيرتشل عاش في نظام ملكي أو أنظمة ملكية عربية من شخصيات سياسية سواء في أنظمة ملكية في المغرب في الأردن عندهم تجربة سياسية في الأردن وصل الأمر إلى أن زعيم المعارض يتولى الحكومة رئاسة الحكومة في 57 في 97 حزب الاتحاد الشراكي المعارض شكل حكومة تالي في تجربة في التعاون مع المؤسسة الملكية أو مؤسسة الإمارة في الحكم لها تقليل خاصة وظروف خاصة لأن هذه ظروف المجتمع فالقفز عليها ومحاولة ثانيا أنا ودي أقول للنواب أنه يعني كل نائب عنده تاريخ فأنت يعني ما يحتاج كل مرة تحاول تثبت للشارع أو القاعدة الانتخابية أنك أنت معارض أو لكراي يعني يكفي رصيدك الانتخابي هذه إشكالية أيضا في ناس مهوسين مثل ما نسمع أنه دائما نسوي عملية سبر آراء كل شهرين كل ثلاث شهور لموقع أو مكانته يشوف فلما يشوف تراجع في موقع أو الانتخابي يعمل أي شيء وحاول استرجاع هذا الهوس في مسألة الحضور وأنه يكون موجود هذا يؤدي إلى أنه ممكن يساوم أو يدخل في مقامرات سياسية لا تحمد عقبار هذا الكلام على النواب بجعام لا نقص في مولانا بوعد الوحاب الآن نحن نقول عن انتخابات رمضانية والناس 20-20 انتخابات 20-20 انتخابات 20-20 انتخابات 10-20 انتخابات وأيضا انتخابات في شهر رمضان الفضيل هل متوقع يكون في إقبال يكون في نسبة حضور خاصة أن أرجح التواريخ ستكون جزما في العشر أو آخر هل هذا تتوقع يؤدي إلى مشاركة تزيد أم تقل وأيهما يتضرر النائب أم المرشح القديم والجديد برمضان زين برمضان الاتزام عالي ماذا تكون انتخابات وش كلام من 11-11 من 11-11 تكون انتخابات ها الساعة من 11-11 عدلوها عدلوها من 11-11 أو 12-12 ما تذكر كنا بالمفوضية هذا بالمفوضية وقبل المفوضية كان فيه تعديل بس تعديل ذاك ما اشتغلوا عليه ما ياتل حالة هذه مالترمضان الثاني هذا إذا بالمفوضية بيخلونا من 11-11 وإذا مفوضية إذا تصير من 12-12 ما أتذكر بس يعني فيه تعديل بما يناسب رمضان يعني صعب لادمي سهران طول الليل وهذا وتيبة تقول لي الله يشرف على الانتخابات صعب الغضاء مهما كان صعب عليهم هذا فيما يتعلق بالتوقيت أما الإقبال الإقبال رح يكون عالي إذا العشر لو آخر لأن يعني بالميدان وائد ناس أنا عرفهم يكونوا حريصين أن العشر لو آخر يكونوا داخل الكويت يعني يسافر يسافر وتنقل ويروح وهذا لكن بالعشر لو آخر يكون داخل الكويت وزي برمضان بالذات فالحضور زيني لكن إذا صار بعد العيد يعني لو الانتخابات بتكون بالعيد طبعا نحن نترقب القرار على أي مطعم سفريات على أي عفو شركة سفريات وشوفوا الحجوزات بتعرف بالعيد إذا كانت ثالث أو رابع العيد معناه راح تتأثر نسبة الأقبال على التصويت رمضان أحسن وأجواء جميلة بالنهاية يعني الأجواء رمضانية جميلة على البرادين المرشحين الوقضات الفرج بتاعي خلص لبس لياقتهم عالية ساح قاعد تعدد جمر رقاض والانتخابات العين جاهزينه يعني مثل اللاعب اللي يقتف الحد الأقصى الحضور الحضور مسألة والإشراف مسألة ثانية أعتقد الإشراف القدور عليه يعني قال إلا غضاتي تعبون زين مولانا أنت عندك علم شرعي بمالك هل يجوز المرشح لا أوكي مولانا تتوقع إيش ملامح الخطاب الانتخاب شوف هذه شوف العهد المجلس أو أضاع المرشحين عيشوا في أزمة لأنهم عيشون في أزمة من قبل النواب ومن قبل حكومة يعني حكومة الشيخ أحمد النواب حكومة الشيخ محمد الصباح مع أنها لم يعني ما خذت وقت تلاقي أنه فيه نواب حرص على عدم تقديم الاستجواب وعدم التصم بدليل أنه لما طلبت الحكومة مهلة شهر لمناقشة قانون الزيادات المالية وتحسين الحالة المعيشية المواطنين حصل حصلت على تأييد يعني فئة من النواب هذا لم يكن قطلية من النواب فئة فيها ما قلت تكثرية بس عدد يعني ما كان ممكن يتوفر هذا في مجال السابق فكيف ممكن لناء مرشح يذهب لناخب وهو كان عضو في برلمان مع حكومة صديقة بيظل عدم وجود أي إنجاز سياسي خدمي إنجاز يعني حتى موضوع المفوضية العليا الانتخابات اللي كان يعني إنجاز للمجلس السابق وإنجاز للحكومة السابقة سيفقد أهم أركانه وهو موضوع عودة المرشحين المشتوبين رد الاعتبار رد الاعتبار إذا تم إلغاء المفوضية بالتالي لا يوجد أي إنجاز سياسي بالمعنى السياسي لهذا المجلس بالتالي الخضاء متوقع الخضاء متوقع للناخبين عندي تعقيب مولانا على قصة إن المجلس بدون إنجاز ترى إنجاز مجموعة من القوانين يعني أنت قاعد تحاكم المجلس على إنجازاته في عمر حكومة دكتور محمد الصباح أقل نسأل بس الفترة السابقة يعني عندهم المحكمة الدستورية والمدن الصناعية والمدن الأسكانية تذكر جدولة أي تسوينا معنا أكفي أن الأراضي انجلها يعني النوابة أعتقد أن رصيدهم فيما يناسل رصيد السياسي تتكلم عن رصيد السياسي في مسألتين محوريات في اتجاهات الناخب الكويتي هي الحالة المعيشية والفعل السياسي صحيح أن تركز على ذي الله الحالة المعيشية هذا كانت مطل شوف الحالة الموضوع أنا أقول لكم من الآن حتى المجلس القادم موضوع زيادة تحسين الحالة المعيشية سيكون شبيه بملف العفو في مجلس عشرين عشرين إذا لم يحسم في بداية المجلس سيكون أزمة عضار تذكر أنت موضوع العفو بداية المجلس كان الحملة الانتخابية كلها كانت شعارها العفو 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 الحكومة لم تتعامل مع موضوع العفو في البداية وبعد نتائج انتخابات العشرين فوجدت نفسها في أزمة الآن موضوع زيادات الرواتب وتحسين الحالة المعيشية أنا أعتقد على الحكومة والمجلس أن يحسمونها لأنها ستكون حاجز لبناء أي مشروع تعاون بين المجلس الحكومة في المرحلة السابقة أبو أبو أنت في معض كلامك أبو مالك تكلام عن موضوع الرئاسة تكلام عن موضوع غيار البلاي ميكر البلاي ميكر البلاي ميكر البلاي ميكر ويسا الحكومي هل تتوقع الرئاسة كانت منقصرة في هذا الدور الرئاسة شيء وإدارة المشهد شيء ثاني يعني هو الشخصية شخصية اللي تقدر تأثر تود يمين تود يسار هذه مفقودة يعني كل واحد بروح يشتغل وائد نوع أبقعد إياهم يقول عودة نجاحنا من بنشتغل وإياه وهذه النقطة رئيسية عندهم هناك وائد نواب راهين على النجاح لكن إذا نجحنا من بنشتغل معه كل واحد يصوت بروح ناحية استجب روح وأكو نواب عجيبين غريبين يعني يركب راسه إذا أنت عندك دولة لازم تشرع لها هنا ركبة الراس قطها بعيد خلها في بيتك مع عيالك مع شديد بس ما تي داخل المجلس لا تتشنج في المجلس لا تمسك بالموضوعية ودوس على روحك علشان تطلع حق الشارع تشري ما أكو إدارة ما أكو إدارة شعبية مثل ما يقولون أو شخصية عندها القدرة على الإدارة لا رئاسة المجلس في السابق كانت مرزوق كان مؤثر إلى حد ما في إدارة المشهد وكان الناس مرتكزين عليه على أن يا أما يكونون معايا أما يكونون ضده فكان أكو شخصية محورية كابل مرجو كان المسلم البراك والهيدر مسلم البراك مو رئيس بس كان الشخصية المؤثرة فالشخصية المؤثرة مو بالضرورة بالرئاسة مو مو ضرورة حاليا ما أكو يعني مثل ما قال يعني ما أكو ما أكو شخصيات مؤثرة تاريخيا في شخصيات مؤثرة من هذا نوع يعني مثل مباراة كدويلة مثلا نعتبر من الشخصيات المؤثرة نموذج لأكثر مجلس طور أربع سنوات في 92 يمكن لظروف أنه ما بعد الغزو على طول أيضاً كان في أزمات أيضاً إذا جال منه كان تشكيل الحكومة من ستة من البرلمان لكن فيه كان رموز مثل الخطيب حامد جوعان هذه اللي تكلم على المعتق اللي كان لهم سواب جاسب العون حتى الآخرين موجودين في أربع دورات خمس دورات موجودين وكلهم لهم تأثير على نواب آخرين وبالتالي يحصل نوع من ضبط الحركة والإيقاع عجبتني حكوتك ضبط الإيقاع كثير منها كثير مولانا خلنا نضبط إيقاع الحلقة ونها تفاصل شرعة طبعنا فاصل إلى الجزء الأخير من نيران صديقة بعد انتهاء فواصلنا بسلام ولله الحمد في الحين نيران أي الحين النيران بوهاب كنت تتكلم عن دور الشخصية المؤثرة أنا عن نفسي أعتقد أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يؤدي بشكل جيد ويخلق حالة الاتزان ما بين حرية العضو وسيطرة الرئاسة هذا رأي الشخصي بس ما أدري إذا أنت تتفق مع هذا الرأي ولا لا؟ وهل تشوف أن نحن مقبلين على تغيير في الرئاسة أم لا؟ وهل تعتقدون الحكومة راح تواصل عدم التدخل في المناصب؟ وش موش على فكرة السؤال أنا سألته لي سمو رئيس الوزراء التصويت وما جاوبني في المؤتمر الصحفي أن هل الحكومة راح تكمل على عدم التصويت في الرئاسة ونائب الرئيس والمناصب البرلمانية واللجان أم لا؟ مايك عندك طالعا فيما يتعلق بالسيد أحمد السعدون أتوقع أنه قايم بواجبة يعني أنا أسمع من واحد أطراف أنه بالفعل لكن يعني أولا حد يقدر يلومه اللي قايم بالتفاصيل اللائحة احتمال يكون فيه ملاحظات من النواب وسمعت أكثر من ما أحد يكلمني على ملاحظات المفروض الشدي ما المفروض الشدي فقايم بواجبة اللي هو اللائحة أي دور ثاني راح يكون دور إضافي إضافي مو مطالب فيه دستوري ولا لائحي نعم هذه يعتمد على شخصيته كذير أنا لو في مكان الرئاسة أدخل عيب هذا تعال يبو أنت اشتبي من الاستجواب الاستجواب يصير كذا وكذا تعال أنت اللائحة هذه يبو أنت كلامك كلها صحيح وما قلات وما قلت شيء ولكن في جهة أخرى رأيها إنه كذا وكذا وإحنا ما نبيندش بمشاكل إحنا نبي العنب ما نبي الناطور وإحنا نبي المركب يمشي إيه في المركب يمشي عندنا شعب عندنا سكان تعداده خمس ملايين خلنا نمشي بالتشريع على مضبطة هذه بطير المضبطة طيب خاطرهم فأكو دور ثاني يقوم فيه أو ما يقوم فيه هو مو مطالب بإنه يقوم فيه زين لكن مو مطالب مو مطالب لائحيا مو مطالب لكن لو لو كانت شخصيتها تسمح له بإنه يستدعي واحد ويحاول يأثر عليه ممكن أكو بعض ناس لا ما يقدروا يصففون حيشي ويأثر وتعاليبه وهذا ويدقل له واحد ثاني من هناك وواحد يتصل عليه من عيال عمه وواحد شدي في الأخير يأثرون على الشخص هل يقدر ما يقدر فهو كل واحد وشخصيته أنا أشوف قايم بواجبه لائحيا أتفق معاه بالنسبة للموضوع اللائحي لكن نتكلم عن حالة سياسية يعني يعني العم محمد السعدون يعني هو في سياق مرحلة الآن المرحلة الحالية هو مرحلة الصوت الوحي هو في السابق كان مرحلة دوائر 25 كان فيه كان هو في السابق كان يعتبر رئيس كتلة لأنه 96 كان يترأس كتلة من النواب وبالتالي هذه الكتلة كانت وازنة وتساهم في إيقاع وحركة المجلس وتسريع أو تبطئة حركة المجلس أيضا في مجلس 2012 لما عادل الرئاسة مرة أخرى كان أيضا يترأس كتلة الغالبية وكانت اجتماعات في التنسيق حتى توزيع المناصب وفي مسألة القوانين والمشاريع لكن الآن دور أحمد السعدون الآن هو سبب الظرف السياسي والحالة السياسية من نتيجة الصوت الواحد اللي رسخت العمل الفردي وأصبح كل نائب يعمل لي وحده ولكن ولكن مع الصوت الواحد وجدنا في حكومة أحدنا هو 48 نائب فأصفح ما عمل فردي أصفح عمل جمائي نرجعي المقولة اللي تقال عن أحمد السعدون أنه رئيس جلسة ويسر إيج مجلس يعني رئيس جلسة ويسر مجلس هذا فعلا لائحي غير مطالب أنه يقوم في عملية نفس جاسم رحل رحل عليه يجمع مني ويروح هناك ويروح القيادة السياسية ويقابلها يقابلنا عاشور ويروح القيادة السياسية إلا إذا ما عموعد رسمي ما عنده هذا الدور فإحنا في في عهد جديد الآن لسنا بحاجة إلى شخص يلعب دور التهديئة ونصر الأزمات بين السلطة التنفيذية مع التشريعية مع القيادة السياسية ما قدر من لن يكون هناك لأن اعتبار أن الظرف السياسي بالصوت الواحد هو جاوزنا مهما هجاء مهما أتى جاوزنا لا تقيس فترة جاوزنا في 48 فترة قصيرة طرح ما طورا طب ثانيا ثانيا أول اختبار من هذا الفئة من هذه الكتلة حصل استجوابات ممتاز وصار عدم اتفاق ممتاز أتكلم عن حتى وأتى مهما كان الآن بالظرف السياسي بعالة حالة التقافة السياسية الساعدة والمسيطرة على سلوك نائف في مجلس الأمة أي رئيس مجلس الله ما في كتلة سياسية ما يقدر يسوي شيء طيب هذا يقولني شيء مهم انتخابات 20-24 كان فيه تعاون وتوسع من نائب على نائب ووصل أكبر عدد من المعارضة لمجلس 20-23 الآن بعد الإقسام الذي تم بين الكتلتين 30 نائب مع استعجال طلب شعيب 19 نائب ضد استعجال طلب شعيب بالتالي صار فيه تفكك بين الكتلتين هل سألت الآن هذا التفكك وسمعنا فيه الجواب لي اليوسف والجواب حق سمونا وزير التربية هذا التفكك والناس خارج من أزمة وتدري أن الانتخابات الجاية قادمة هل سيكون هناك تعاون بين النواب ولا هذا السيلوم هذا انت بين المرشحين بين المرشحين آسف هذا السيلوم هذا انت صوت على التأجيل وحرمنا المواطنين متقاعدين وغلاء المعيشة انت بتروح السجواب بتصاعد انت مني ومناك فهل سنشهد نوع من التفكك أيضنا في الانتخابات أكيد شوف مسألة من 48 نائب من لون واحد هذه ما حصل بتاريخ الكويت هذه حال استثنائية حال استثنائية وجود الخصم قياب الخصم أدى إلى أن الكل يبحث عن مشروع انتفت الحاجة إلى الوحدة المفرطة عمره بتاريخ الكويت حتى في عز قوة الحكومة وضعف المحارة مصر مجلس 48 حتى في الصوت الواحد الأول مصر 48 بالأكس كلهم موقف واحد من كل قضية وكل موقف وكل خطوة تختلف القواعد الانتخابية موقفها من استجواب هذا الوزير أو هذا استجواب الجر التربية مثلا في قاعدة انتخابية تتوافق عليه وفي قاعدة انتخابية تأيد فمو معقول إجماع النواب بمختلف الدوار على قضية موحدة ممكن خضايا عامة ما تقدر تقول أن هذه صارت كتلة 48 صوتوا مع بعض فإذن في كتلة 48 ما صوتوا مع بعض فإذن في تفكك هي وجهة نظر صحيح النائب يقعد يشوف الحش اللي جدامه مناسب أصوت معه مو مناسب لا والله ما صوت معه والآراء تختلف طيب ما صوتوا يمي صارت أفكك لا ما صوت تفكك بالعكس تعبير على الحالة الديمقراطية مولانا يقصد أنه في في فترة بفترات صارت توقيعات 48 نائب في مواقف محددة هذا يعطي انطباع أنه أصبحوا كتلة واحدة انطباع لكنه هذا مو كتلة حقيقية لكن حدم تصويتهم مع بعض هل المجلس لون واحد يخدم ويطور العملية الديمقراطية علشان اطور لازم يكون الموجودين أكبر قدر ممكن من الموضوعية في يود العدمي اللي هو النائب بط المخي طل داخل أكون موضوعية ولا لا مو موضوعية قطة ذاكس موضوعي ريال يدور الحيق نظيف حاطة يمك بس ألوها سكر موخ أول شي لا لا تسكراش حقيق هو مو موضوعي قطة ذاكس فإذا قدرت تحصل على أكبر قدر ممكن من الناس يعني أكو أشياء صارت الصراحة شيء غريب يعني على اللي صار بالمدارس أو الموعد بالجامعة تصرف كل شيء أصبر شوي أصبر الناس سجلت بهذلتهم على كل حال فيما يتعلق بالرئاسة هالمرة ما راح تكون تزكية تزكية في ثلاثة ثلاثة نعوين يترشه للرئاسة أي دوائر شلون من عيد دوائر من شون من أي دوائر يعني قصدك النواب اللي يقول المرشحين للرئاسة ما علم لا تعال هم الثاني هم الثاني وين الثالث ما علم لا علم ما علم زين أهو أشوف في ثلاثة هالمرة واحد منهم ممكن يتنازل الثاني ممكن يتنازل بعد إذا ما قدر يقنع أي دقة منهم الحكومة الحكومة أما إذا الحكومة صفت ويا نفس البشت أي يعني راحين حل داير هالحزب نقعد نفس القاعدة هان خلاص زين ما إحنا قالين سامي لكن فيه اتصالات واتصالات خلنا نقول شرية وأوصوا بالسرية وقاعد أحاول أنا كثر ما أقدر أخدم في المجال هذا وإن شاء الله يصير اللي فيه الصالح العام إن شاء الله ما راح يصير اللي في الصالح العام إن شاء الله يصير اللي في الصالح نعم إحنا وصلنا الختام يكلموني لازم نختم وأنا يعني أيدك أبوهاب وأكيد إخواننا يأيدون بأن إذا صار ممثل الأمة يمتلك الموضوعية الكافية حتى في حالة الخلاف راح يكون خلاف راقي وراح يكون في تفهم للحالة اللي يفرضها الأمر فأنا أتفق معاك بالموضوعية وطبيعة العقل والتفكير مشكورين شكرا مولانا وشكرا أبوهاب وشكرا أبو مالج وإن شاء الله يعني نشهد موسم انتخابي رمضاني جميل جدا إلى الملتقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى